رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولراهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمناسبة تخرج نجلي سمو حفظه الله سمو شخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وحصوله على امتياز مع مرتبة الشرف من الكلية البحرية الملكية البريطانية في بدينة دارتموث إلى جانب حصول سموه على جائزة آمير الكلية لدفعته جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله حفلة تخريج سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة اليوم في الكلية البحرية الملكية البريطانية يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ولدى وصول سموه الكلية كان في الاستقبال القبطان هنري دوفي قائد الكلية البحرية الملكية البريطانية الذي رحب بسموه وبحضوره هذا الاحتفال وهنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان والخريجين من الكلية مشيدا بما بذلوه من جهد ومثابرة خلال مسيرتهم التعليمية وباستحقاقهم هذا النجاح متمنيا لهم كل التوفيق والتقدم والنجاح في المرحلة الجديدة من حياتهم وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بسلاح البحرية الملكي البحريني وبما يشهده من تقدم مستمر خاصة ما يتصل بالتأهيل والتدريب المتقدم وفق أحدث العلوم والتقنيات المتبعة مؤكدا سموه على الدور الكبير الذي يطلع به سلاح البحرية الملكي البحريني عبر الأدوار المنوطة به في حفظ أمن واستقرار الوطن وتأمين حدوده البحرية مشيرا إلى المشاركات المشهودة لسلاح البحرية الملكي خارج مملكة البحرين وتميزه في تحقيق الأهداف من تلك المشاركات إلى جانب نجاحه في المهم الموكلة إليه بالمشاركة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة فالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وأشهد صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات طيبة وراسخة منذ أكثر من مئتي عام استطاعت خلالها أن تؤسس لتعاون استراتيجي وثيق في شتى القطاعات ومنها القطاع العسكري والدفاعي الذي يشهد العديد من التطورات خاصة ما يتصل منها بالتدريبات المشتركة وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكليات البريطانية العريقة في شتى المجالات وفي كلمة ألقاها قائد البحرية الملكية البريطانية الأدميرال السير جور جزامبيلاس أشاد بدور البحرية الملكية البريطانية القيادي بالحفاظ على الأمن الدولي من خلال التعاون المشترك مع الدول الصديقة عبر الاتفاقيات منوها بما تقدمه مملكة البحرين من تسهيلات للبحرية الملكية البريطانية اسهاما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة من جانبه أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة عن سعادته البالغة لما حققه من نتائج خلال التحاقه بالكلية البحرية الملكية البريطانية منوها بالخبرات التي اكتسبها من هذه الكلية العريقة والتي ستكون دوما حاضرة لرفض سلاح البحرية الملكي البحريني بها مما يسهم في مواصلة تحقيق هذا السلاح الكبير لأهدافه المرجوة ومواصلة التميز المشهود الذي عرف به في تحصين الحدود البحرية من خلال قوة دفاع البحرين وأسلحتها المختلفة حفاظا على أمن الوطن واستقراره مما ينعكس على التقدم وازدهار مملكة البحرين في ظل العهد الزهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حضر الاحتفال مع الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج الخليفة رئيس ديواني سمو ولي العهد وسعدت الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسعدت العميد ركن بحري الشيخ خليفة بن عبدالله الخليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من أفراد العائلة المالكة كما تخرج ضمن دفعة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية من مملكة البحرين كل من الشيخ أحمد بن خليفة بن عبدالله الخليفة وفيصل بن ماجد البن علي يذكر أن الكلية البحرية الملكية تعد من أعرق الكليات العسكرية البحرية في العالم إذ يعود تأسيسها إلى عام 1863 وتتميز الكلية بتطورها مع الحفاظ على تقاليدها وتاريخها وقد تخرج فيها عدد من القادة وأجيال من ضباط القوات البحرية البريطانية في شهر مارس من العام 1990 من الله عز وجل على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من الله على سموه بمولوده البكر الذي أسماه عيسى تيمنا بجده المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه قرة عين لسموه كان عيسى بن سلمان بن حمد بن عيسى بن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في متوالية ساطعة تبدأ بمجد لتنتهي بمجد وتستع بنجم لتنتهي إلى نجم درس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة المرحلة الابتدائية في مدرسة بن خلدون الوطنية ثم انتقل في المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى مدرسة البحرين الخاصة ليتخرج منها في العام 2008 الجياد على أعراقها تجري ولا ريب أن يكون الولد سر أبيه الذي سبقه إلى التخصص ذاته إذ نال سمو الشيخ عيسى بن سلمان درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من الجامعة الأمريكية في واشنطن في مايو من العام 2012 وبما أن الميزة الوحيدة التي تجمع بين الناجحين في العالم تكمن في قدرتهم على تحمل المسؤولية صدر الأمر الملكي في فبراير من العام 2013 بتعين سمو الشيخ عيسى بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بعدها صدر المرسوم الملكي السامي بتعين سموه نائبا لرئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في أبريل من العام 2014 احتفل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بزواجه في مايو من العام 2013 وقد أقر الله عز وجل عين سموه بمولوده البكر الذي أسماه حمد سمو الشيخ عيسى بن سلمان لديه اهتمامات عدة بالأنشطة الاجتماعية والرياضية كما أن سموه يهوى القراءة وكرة القدم والصيد والفروسية اشتركوا في القناة